موسيقى أهلا بكم في همساية صفقة مثيرة بين حزب الله وتنظيم داعش تبادل مصالح وتقاطع مشاريع سياسية وطائفية أصبحت العراق وسوريا ولبنان مسرحا لها جدل كبير وغضب شعبي عراقي ولبناني ما هي الأهداف وكيف ولمصلحة من يتم عقد هذه الصفقات ومن يديرها من خلف الستار محاور عدة يتم نقشتها في هذه الحلقة ولكن بعد هذا التقرير نتابع سوي ميليشيا حزب الله في لبنان هي الإبن لثورة الخميني والتي اعتمد عليها النظام الإيراني في تطبيق مخططاته في المنطقة وخصوصا لبنان الذي جعلها تابعة لإيران فمنذ سنوات ونصر الله يسعى لأن يكون الممثل الشرعي للبنانيين بتهديد الدولة تارة وقتل أبناء الدولة تارة أخرى مما جعل منه ذراعا للنظام الإيراني لزعزعة دول المنطقة واستقرارها أبرز تدخلات إيران ليس في لبنان فقط بل في المنطقة المحيطة به في المنطقة العربية والدول الجوار تمت وتتم عبر هذا التنظيم الذي هو امتداد للحرس الثوري الإيراني وقيادته تقع في تهران فهذه الميليشيات التي غذاها نظام الملالي منذ ثورته عام 1979 سواء بالمال أو بالسلاح والتدريب حتى أصبحت أداته لدعم الإرهاب فهي تجاهر بالعلن بالمقاومة ومحاربة الإرهاب وفي الخفاء تعقد الصفقات مع تنظيم داعش الإرهابية فقد قامت في الآونة الآخرة بنقل حوالي ستمائة من عناصر داعش بباسات من الحدود اللبنانية إلى الحدود العراقية المجاورة للأنبار وبحماية من حزب الله ونظام الأسد بهدف إجراء تغيير دمغرافي وإعادة رسم خارطة المنطقة من جديد بما يخدم المصالح الاستراتيجية الإيرانية بعيدة المدى في العراق هذه الاتفاقية أثارت غضب العراق حيث صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه للاتفاق الذي نقل بموجبه المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية للحدود السورية العراقية ويضيف أن القوات العراقية تسعى للقضاء على داعش وليس احتوائه وفي لبنان أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في تصريح له بأن الحملة السعودية على إيران وحزب الله تأتي في إطار الرد على ممارسات إيران وجماعتها الإرهابية والتي دمرت العالم العربي وأغرقته بالدماء والفوضى مشددا على أن بيان الرياض كان واضحا في ضرورة مواجهة المخططات الإرهابية والتي تزيد استهداف العالم العربي وزعزعة استقراره حادثة إخراج داعش من الداخل اللبناني عبر الحدود السورية متوجهة إلى العراق يعني بعدما كان الجيش اللبناني على وشك القبض عليهم وجرهم أمام القضاء عملية إخراجهم عبر مفاوضة قادها حزب الله وبذلك فإن الدور الخطير الذي انغمس فيه حزب الله يحتاج لتصدي المجتمع الدولي فسلوكها وخطاباتها تعبر عن إيمان مطلق بحق إيران في التهام المنطقة وتفكيك دولها على أساس طائفي واعتمادا على مبدأ تصدير الثورة فشعار المقاومة الذي ترفعه ميليشيات حزب الله ليس إلا غطاء لأعمالها الإرهابية في المنطقة ولمناقش هذا الموضوع سرنا ينضم معنا من أسطنبول المحل السياسي والاستراتيجي العميد أحمد رحال وكذلك ينضم معنا من بيروت الكاتب الصحفي والمحل السياسي للساد يوسف دياب أهلا بكم ضيفي الكريمين ونبدأ من بيروت الساد يوسف كيف ترى الصفقة التي عقدت مؤخرا بين حزب الله وبين تنظيم داعش يا سيدي نحن منذ أن أبرمت هذه الصفقة بين الطرفين وكانت صفقة خفية كان طرفها الأول حزب الله طبعا والنظام السوري لأنهما فريق واحد والطرف الآخر هو تنظيم داعش قلنا منذ البداية أن هذه الصفقة مشبوهة لأن هذه الصفقة ألقت طوق النجاة لتنظيم داعش أو لمن تبقى من تنظيم داعش في الجرود وعند الحدود اللبنانية السورية وبدل أن يلعب النظام السوري وحزب الله الدور المساعد في القبض على هذه المجموعات طالما كان ينادي أو يزعم أنه ينادي بمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإذا به يبرم صفقة خفية وسريعة هذه الصفقة معلوم أنها أفضت إلى إخراج من تبقى من تنظيم داعش بواسطة طباسات مكيفة من الجرود ومن الحدود اللبنانية ومما تبقى من منطقة القلمون السوري وجرى مواكبتها إلى الحدود الإدارية لدير الزور ونعلم أن المعوقات التي حالت دون وصولها إلى دير الزور لها أسباب طبعا أنا لا أرى أن لها أسباب بالرفض الأبريكي بقدر ما كان الرفض العراقي يعني من قبل الحكومة العراقية لذلك نحن نرى أن الشعارات التي كان يرفعها حزب الله والنظام السوري نعم تحت ستار محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية وجدنا لاحقا أن هذا التنظيم هو خرج من رحم هذا النظام وحظيت إلى حد ما بغطاء إيراني والدليل يعني أن البيان الذي صدر عن حزب الله والذي حمل فيه المجتمع الدولي مسؤولية أي تعرض لهذه القافلة من قبل سوف نصل إلى هذه النقطة يا سيد يوسف سوف نصل إلى هذه النقطة دعنا الآن نشارك معنا العميد أحمد عميد أحمد كثير ما تحدث المحللون والسياسيون والخبراء عن قضية الترابط بين حزب الله وبين الميليشيات ومن جانب وتنظيم داعش وأخواته سواء جبهة النصر وغيرها من جانب آخر ألا توضح مثل هذه الصفقة قوة الترابط والتنسيق بين الميليشيات المرتبطة بإيران وبين داعش إذا كان السؤال لي أنا أسمع صوت مقطع ولم أفهم السؤال نهائيا السؤال نعم لك أستاذ عميد أحمد أسأل عن الصورة الآن تتضح أن هناك تنسيق بين داعش وحزب الله ألا يعني يوضح مثل هذا إضافة إلى الشواهد الأخرى قوة الترابط بين داعش وحزب الله وأن هناك مشروع يدار من جهة واحدة وأن اختلفت الأشكال والمذاهب تحياتي لك ولدفك الكريم تحياتي لكل أستاذ المشاهدين يعني الحقيقة ما حدث في جبال القلمون الغربي من صفقة أو فضيحة دعنا نسميها بالاسم الحقيقي ما بين تنظيم داعش الأرهابي ما بين حزب الله وميليشيات حزب الله الأرهابية أيضا هي أتت لتقدم لنا شهادة وتأكيد على ما كنا نتحدث منه في السورة السورية على مدار أكثر من ست سنوات قلنا أن هذه التنظيمات الإرهابية لها أب لها أم لها معقل لها ممول ينطلق دائما من قصر بشار الأسد والضاحية الجنوبية وملال طهران ومن قلب طهران هذه التفاقية اليوم أو الصفقة التي حدثت أعطتنا هذا الدليل يعني عندما يكون هناك انتصار لجيش لبناني وهو يتقدم ويحرر 100 كم من أصل 120 كم فيوقفوا حزب الله ويسحب مقاتلي تنظيم داعش من تلك المنطقة كي لا يقتلهم أو كي لا يأسرهم الجيش لبناني وهي بالتالي رسالة بشقين أولا على الجيش لبناني ألا ينتصر كي يبقى الهيكل الضعيف أمام عنصر المقاومة التي تحاول أن تقدمه إيران وحزب الله الأمر الثاني أن هؤلاء المقاتلين هؤلاء المجرمين من تنظيم داعش لهم مهام أخرى يجب أن ينتقلوا إلى الشرق السوري لتدمير دير الزوري لتدمير الميادين لتدمير البكمات ويمكن أن ينتقل إلى العراق لأن هناك مدن سنية محيطة بالموصل لم تدمر بعد وبالتالي يتم الزجبين هذه نقطة النقطة الثانية الفضيحة الثانية التي حدثت هي عملية العودة إلى المعاقل وجدنا أن هناك حوالي 15 عنصر من تنظيم داعش انضموا إلى حزب الله عندما انتقلت القافلة باتجاه دير الزور وجدنا أن هناك 113 عنصر من تنظيم داعش من القافلة انتقلوا إلى الانضمام إلى ميليشيات الأسد وننتظر البقية أن ينضموا إلى قاسم شليماني عملية إصرار حزب الله الذي يتحدث عن مخاطر أمنية على تلك القافلة وأنه يهاجم أمريكا عمي دحمد الصوت مرتفع جدا على الزبل عندك في الستيديو يعني حون هذه الإشكالية وسوف نعود إليك دعنا ننتقل إلى حين تصحيح هذا الخلل الفني إلى الأستاذ يوسف دياب بيوسف دياب أنت كنت تتحدث عن قضية اعتراض حزب الله على محاصرات أو استهداف قافلة داعش المتجه لدير الزور أو إلى الحدود العراقية لماذا هذا الاحتجاج؟ ما هذه الرحمة التي نزلت فجأة على حزب الله وحرصه على حياة الإرهابيين في داعش؟ يعني طبعا هذه الرحمة هي تعود لتقاطع المصالح أنا بتقديري بين الطرفين نحن سمعنا قبل أسابيع قليلة خطابا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يحذر فيها قوات التحالف الدولي من فتح ممرات عسكرية من داخل الموصل باتجاه الأراضي السورية وكان يقول بالفم الملآن هذا التنظيم يجب أن يقتل يجب أن يجتث يجب أن لا يترك له مجال للفرار أو للانتقال من منطقة للقتال الذهاب من منطقة للقتال في منطقة أخرى وللمفاجأة أننا نرى أنه يطبق ما كان يحرمه على الآخرين خلال أسابيع قليلة هو أبرم صفقة لم تكن الدولة اللبنانية طرفا فيها ولم تكن على الطلاع عليها هو حاول أن يلقي بجزرة العثور على رفاة العسكريين اللبنانيين للدولة اللبنانية ليقول لهم أنا قدمت لكم إنجازا لم يكن بمتناولكم عثرنا على رفاة العسكريين ولكن هو من حيث المبدأ وبقراءتي للأمور هو أنقذ مجموعات إرهابية كبيرة كان من شأن القائل قبض عليها وتقديمها للعدالة أن تصل الدولة اللبنانية إلى معلومات مهمة وقيمة جدا معلومات تبدأ بكيفية وصول هؤلاء الإرهابين إلى الجرود اللبنانية ثم تنتقل إلى مسألة من أعطاهم المساعدة والدعم العسكري ليشتاحوا مدينة عرسال ويقتلوا من قتلوا من المدنيين والعسكريين ويأسروا من أسروا من المدنيين والعسكريين ثم لن نعرف منهم من أقدم على تصفية هؤلاء العسكريين هذه معلومات قيمة جدا كان يمكن للدولة اللبنانية لو ألقت القبض على بنفر في قافلات المرعية من حزب الله والنظام السوري أن نصل إلى معلومات مهمة جدا وأن نكتشف خيوط في عمليات قتل وتفجيرات وأغتيالات حصلت في لبنان ولكن أعود لما قلت لك منذ البداية أن هناك يبدو تقاطع مصالح وخوف حقيقي من النظام السوري من أن تكشف الخلفيات التي دفعت بهؤلاء باتجاه الأراضي اللبنانية ومعلوم يا سيدي أن حزب الله والنظام السوري منذ أن بدأت الثورة السورية يعني انتحلوا صفة الأطفاج المهوس كما يقال في المثل الشائع هم يشعلون الحريق ويتأهبون لإطفائه طبعا يعني لا ننسى أن النظام السوري وحزب الله هم من دفعوا بآلاف المقاتلين والمسلحين من مدينة القصير ومن القلمون السوري ومن ريف حمص وقاتلوهم من الداخل السوري ودفعوهم باتجاه الحدود اللبنانية ليستوطنوا فيها أنا أعتقد لو أن هناك كانت نوايا سليمة لحزب الله ليحمي لبنان كما يدعي كان بإمكانه أن يشكل سندا للجيش اللبناني في الانتشار على الحدود اللبنانية لا أن يتوغل في الداخل السوري وينخرط في الحرب التي دارت في سوريا ليكون الظهير الأقوى للنظام السوري ولا ننسى أن اليوم كبار المسؤولين في حزب الله يتجبجحون بأنهم هم من حموا النظام السوري وأوقفوا على قدميه وحتى بعضهم كان يعير هذا النظام بأنه لو لا فضلنا ولولا مقاتلين لكان النظام سقط منذ السن وهذا الشيء الذي تفعله أيضا وتردده إيران يوميا الحقيقة كل هذه المعلومات سيدي كان يمكن أن نستثمرها لو ألقي القبض على هذه المجموعات الإرهابية دعنا نعود إلى العميد أحمد رحال وأعتذر يا عميد أحمد على المقاطعة وأرجوك الآن تكمل إجابتك وأيضا سؤال له علاقة وثيقة بالسؤال السابق وهي أين يكمن التنسيق والتوافق بين ما يسمى بالميليشيات الشيعية والجماعات الإرهابية السونية في خدمة المشروع الإيراني في المنطقة يعني أنا أعتذر أيضا عن انقطاع الصوت إنما أؤكد على نقطة مهمة أن هذه الفضيحة التي حدثت في القلمة الغربي تثبت كما قلنا منذ ست سنوات كما ذكرت سابقا أن العلاقة الوسيقة ما بين التنظيمات الإرهابية في سوريا التي تم إدخالها من قبل ملالي طهران ومن قبل أدواتها في المنطقة وحزب الله ونظام الأسد الذي راعى تلك العملية وهو منذ البداية كان يقول أن السورة السورية إرهابية وبالتالي تم إدخال تلك الأدوات أيضا حزب الله وأنا أؤكد على كلام ضيفك لبناني ليس من مصلحة حزب الله أن ينتصر الجيش لبناني وبالتالي تم تسرقة هذا الانتصار بالعودة إلى الداخل السوري منذ عام 2013 وتحديدا مع منتصف 2013 ظهر للجميع أن الجيش الحر قادم لإسقاط نظام الأسد من أن السورة السورية ستزيل هذا النظام وكل أدوات إيران وأن حزب الله والميليشيات العراقية الطائفة التي ذمت زجبية في سوريا لم تستطع أن تؤدي النتيجة وبالتالي كان اللعب على قائمة الإرهاب تم إخراج حوالي 500 معتقل من الإرهابيين الموجودين في صدنايا لنظام الأسد تم تهريب 750 إرهابي موجودين في سجن أبو غريب للمالكي انتجاه سوريا والعراق وتم الزجب الأموال الإيرانية داخل أراضي السورية أنشأت تنظيمات متعددة هذه التنظيمات لها مآرب كثيرة تقدم إيران تقدم الغرب تقدم روسيا تقدم مخابرات متعددة لكنها بالأساس تشوى الصورة السورية لو لاحظنا أنه على مدار عام 2014 عام 2015 حتى منتصف 2016 لم يكن هناك صدام واحد ما بين كل الميليشيات الطائفية وما بين تنظيم داعش على سبيل المثال لماذا لم يكن هناك قتال لماذا كان قتال تلك التنظيمات الطائفية فقط ضد الجيش الحر لماذا داعش توجهت فقط لتقاتل في الرقة وتستولي على الرقة التي كان يحررها الشعب السوري لماذا توجهت داعش إلى دير الزور وهي محررة لماذا توجه إلى الريف الحنصي وهو محرر إلى القلمون وهو محرر إذن واضح من الأهداف أن تنظيم داعش كان أداءات بيد ملالي طهران بيد حزب الله بيد نظام الأسد لقتل السورة السورية واليوم نجد الحالة العكسية اليوم الانسحاب من ريف حلب كان بمنتهى السلاسة أمام مليشيات نظام الأسد من قبل تنظيم داعش انسحب من ريف البادية السورية واليوم يستعد لانسحاب من دير الزور بينما تنظيم داعش عندما يقاتل الجيش الحر نجده أنه يمارس أشد أنواع الضغط باتجاه منع الانسحاب إذن اليوم تجلت الحقائق تجلت الوقائع من أن تلك التنظيمات الإرهابية هي أدات بيد ملالي طهران وليس في دمشق فحسب أو في سوريا علينا أن ننظر ماذا يبحث أو ماذا يفعل الحسين في اليمن الخلايا الإرهابية في الكويت ماذا أراد من البحرين إذن نحن أمام مشروع إيراني للأسف الشديد بأدوات عربية نعم دعنا نعود إلى الأستاذ يوسف من البيروت أستاذ يوسف أنت تحدثت عن نقطة مهمة وهي قضية أن حزب الله أراد أن يقدم جثث شهداء الجيش اللبناني أو جثامينهم إلى الحكومة ويقول أنا أقوى منكم وأستطيع فعلا ما لا تستطيعون لكن في اتجاه الآخر أو بالمقابل حزب الله زعم أكثر مرة أنه قبض على بعض الدواعش سواء داخل لبنان أو على الحدود اللبنانية السورية لكنه لم يسلمهم للجهات الأمنية الرسمية في لبنان واحتفظ بهم ما الذي يخشاه من عدم تسليم مثل هؤلاء الإرهابيين وإذا كان هناك لا يوجد تنسيق فعله أنهم إرهابيين طبعا ما يخشاه عندما حال دون ألقاء الدولة اللبنانية القبض على المجموعة التي هربت إلى دير الزور نحن في بداية المعركة أو قبل عشية عشية إطلاق معركة فجر الجنود الجنود التي قادها الجيش اللبناني وهي كانت عملية ناجحة جدا وأثبتت كفاءة الجيش اللبناني في إدارة المعارك الصعبة مع التنظيمات الإرهابية حزب الله يعني صور يعني وزع إعلامه الحربي صورا وتسجيلات قال إنهم لخمسين إنها لخمسين عنصرا من حزب الله جرى إلقاء القبض عفوا لخمسين عنصرا من تنظيم داعش جرى إلقاء القبض عليهم وسلموا أنفسهم لهذا التنظيم طيب أنا أسأل يعني بالمقارنة العملية وحتى بالمعايير القانونية وبالمعايير الإنسانية أي أي ضمانات ممكن أن تكون أقوى لهذه التنظيمات لو سلمت نفسها لميليشيات هي أشد منها تطرفا أو إذا سلمت نفسها لدولة بالضبط يعني أقله مثل لبنان لديها قضاء ولديها أمن يراعي إلى حد ما الحقوق الإنسانية ولديه قضاء يخضعهم إلى محاكمات عادلة بالتأكيد كان يفترض أن يسلموا أنفسهم إلى الجيش اللبناني هنا علامة الاستفهام والغموض الكبير في هذه المبادرة واضح أن التسجيلات التي وزعها أعلام حزب الله بدأ فيها مقاتل الحزب بدرجة عالية من الإنسانية كانوا يطمئنون الدواعش البلق القبض عليهم أو الذين سلموا أنفسهم كانوا يقولون لهم أنتم في أياد أمينة عائلاتكم ستكون في حمايتنا أنتم إخوتنا وأهلنا لن يتعرض لكم أحد بسوء المفارقة سيد يوسف باختصار شديد أريد أن أسألك عن نقطة عن الداخل اللبناني قبل أن تقل إلى ضيفه من إسطنبول كيف ينظر المجتمع اللبناني شيعيه وسينيه ومسيحيه ليتصرف حزب الله وهذه الصفقة الفضيحة الكبرى مع داعش باختصار بالتأكيد هذه الصفقة اليوم جعلت الكثيرين ممن يؤيدوا حزب الله أو على الأقل ممن يقفون على الحياد يعيدون النظر في مواقفهم السابقة لقد أثبتت هذه الصفقة بأن حزب الله لا يخوض حربا بريئة في الداخل السوري هذه الصفقة نزعت من يده ورقة كان دائما يرفعها ويلوح بها وأنه هو يقاتل الإرهاب حتى لا تتحول جوني وبيروت إلى مقرات لتنظيم داعش تبين أن هذا الحزب هو من يقدم الضمنات لهذا التنظيم ولمقاتله لذلك أنا أعتقد هذه المسألة إن عكست سلبا على حزب الله ولم تعطيه ورقة إيجابية والدليل أن الضغوطات التي مارسها على الدولة وعلى بعض المسؤولين في الدولة الذين اضطروا لإلغاء الاحتفال التكريمي للجنود والضباط الذين شاركوا في معركة الجرود والذي كان يفترض أن يقام اليوم في وسط بيروت جرى تأجيل أو إلغاء هذا المهرجان لأسباب لا تزال غامضة حتى الآن وهي ما زادت الغموض حول الصفقة المشارئة عميد أحمد راحظنا أن إيران صرت وحزب الله صروا على نقل المقاتلي داعش من الحدود اللبنانية السورية إلى الحدود السورية العراقية لماذا صروا على هذا وهذه المنطقة تحديدا وما هي الأهداف من وراءها باختصار شديد أدي أقل من دقيقة يعني واضح أن هناك صفقة فيها ما مخفي أكثر مما ظهر العلن لكن الواضح الفعلي أن هناك مهمة لتنظيم داعش في الشمال الشرقي السوري في غرب العراق هناك مناطق ومدن سندية لم تدمر بعد وبالتالي يجب نقل تلك القوة العسكرية إن كان إلى دير الزور أو البوكمال أو الميادين أو الأنبار أو أطراف الموصل أو تل عفر لأن هناك كما قلت مدن لم تدمر هذا يبين تماما أن حالة التغيير الديمغرافي حالة تدمير المدن السنية هي أحد أهم أهداف وأولويات إيران في شرية والعراق وبالتالي ياتي تنظيم داعش لتنفيذ تلك المهمة نعم عميد رحال أحمد رحال من إسطنبول شكرا لكم أيضا نشكر ضيفنا من لبيروت المحلل السياسي الأستاذ يوسف دياب شكرا لكم ضيفي الكريمين أعزائي المشاهدين نتابع الآن تقريرا حول تدخلات الحزب الله الإرهابي ضد دول المنطقة مشاهدة التنفيذ موسيقى 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 اشتركوا في القناة المترجم للقناة الى هنا مشاهدين الكلام نصلوا بكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع لا تنسوا متابعة حسابات البرنامج على مواقع التواصل والاجتماع ادمتم في رعاة الله وحفظه السلام عليكم اشتركوا في القناة